احداث المنتخب الالماني اليوم جدلا واسع في افتتاح مبارياته بنهائيات منافسات كأس العالم فيفا وخلال انتقاط صورة جماعية قبل او قبل انطلاق مواجهتهم امام منتخب اليابان وضع لعب المنتخب الالماني يدهم اليوم على افواههم في لقطة طرحت كثير من التساؤلات قبل ان تثير الجدل وبعد انتشار التأويلات والترجيحات اثر تدول الصورة على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي اضطرت اضطرت الاتحادية الالمانية لقرأة القدم توضيح الامر في تغريدة على حسابها الرسمي في منصة تويتر ونفت اتحادية المانيا ان يكون وضع لعبي منتخبها الوطني ايدهم على افواههم قبل انطلاق مباراة اليابان رسالة سياسية حيث اكدت بنفسها ان حقوق الانسان غير قابلة للتفاوض وقالت اردنا استخدام شعارة كابتننا لانتخاذ موقف ججاه القيم التي نتمسك بها في المنتحب الوطني الالماني التنوع والاحترام المتبادل مع دول اخرى اردنا ان يسمع صوتنا لم يكن الامر يتعلق بازدار بيان سياسي حقوق الانسان غير قابلة للتفاوض يجب ان يأخذ هذا كامر مسلم به لكن الامر ليس كذلك هذا هو سبب اهمية هذه الرسالة بالنسبة لنا حرمنا او حرماننا من شارة القيادة يشبه حرماننا من الصوت نحن نقف الى جانب موقفنا يعني ان تلك اللقطة هي رسالة مباشرة الهيئة فيفا التي حرمت المنتخبات من ارتداء شارة القيادة الدائمة للمثليين في مباريات مونديا القاطر وكما ذكرنا سابقين اعتبرت هذا بانه امر يشبه بحرمانهم من التعبير عن صوتهم تجال تلك القضية المثالية